كابوس اسمه السرطان فقد غادر البلاد لتلقي العلاج نعاني من أمراض السرطان اللي انتشرت بالمنطقة في السنتين الأخيرتين عدد الأشخاص اللي أصيبوا بهذا المرض يقدر بـ 40 أو 45 نسمة قسم منهم انتقلوا إلى رحمة الله والله يرحمهم إن شاء الله لكن قسم الآخر يتعالجون في لبنان وفي إيران وفي الهند اللي يراجعون يقولون المرض مستفحل وما إلى ذاك العلاج الصحيح وهنا يلقون حتفهم مناشدات سكان القرية ضرورة إنقاذ أبنائها من آفة السرطان لم تجد آذانا مزغية لدى السلطات الحكومية وسط مصير مجهول لا ينتظره البالغون فحسب بل الأطفال أيضا ناشدنا جميع المواجهات الرسمية وغير رسمية لكن صراحة لم تجد نفعا لذلك عن طريق قناتكم نناشد جهة المسؤولة المسح الميداني المستشفيات البيئة عن نسون مسح ميداني للمنطقة لأنه الأصابة حتى الأطفال مسؤولون في مفوضية حقوق الإنسان في بابل أكدوا أن انتشار السرطان لا يقتصر على قرى ناحية النيل وإنما يمتد ليشمل كل مناطق المحافظة أشرت المفوضية على الحقوق الإنسان في محمد الثبابل بينهما هناك انتشار لمرض السرطاني في منطقة الوردية تم توجيه فريق تقصى حقاق وبالتالي استعلمنا عن وجود 20 حالة أصابة في هذه المنطقة على امتداد بين الحمدانية والزريجات ويعز أطباء مختصون سبب انتشار مرض السرطان في مناطق بابل وغيرها من مدن العراق إلى التلوث بالمخلفات الحربية والإشعاعية لا سيما تلك التي خلفتها يد المحتل الأمريكي منذ عام 2003 وإلى جانب ذلك فقد لعب الإهمال الحكومي وعدم توفير العلاجات اللازمة دورا في تفشي المرض ليحصد العشرات من الأبرياء في بابل وحدها خلال السنتين الأخيرتين فقط